اشتركوا في القناة الكلام ده ضوابطه ايه في القرآن الكريم احنا فاهمين الموضوع ازاي من قرون طويلة هل في مفاجآت حنفجرها النهاردة بالتأكيد حضراتكو تباية الحلقات اللي فاتت وشفته كم المفاجآت اللي احنا فجرناها وما زالت في حاجة الى نقاش ولجان تتكلم في هذه القضايا لانها يعني بكل المقييس محتاجة الى تبيان وتبيين ومحتاجة لقول فصل نقول فيه يا بيد يا سود يا آه يا لأ فكرة لسنوات بل وقرون طويلة عن الرق والسابي وملك اليمين كانت مترسخة في الاذهان وفي العقيدة الاسلامية لما جي النهاردة اعمل قراءة جديدة هل اقدر اقول ان فيه طرح مختلف اه ايه هو الطرح المختلف هل ما كانش فيه رق ولا كان طب تاريخيا فيه ولا ما فيش طب الاسلام جيه عشان يخلص الناس كلها من الرق والعبودية ومن فكرة ان الانسان يبقى مرتبط باي شيء الا بالخالق سبحانه وتعالى هل فيه طرح جديد اه فيه تابعونا في المعجزة الكبرى اهلا بكم مرة تانية النهاردة في المعجزة الكبرى حنتكلم عن العبودية والرق وملك اليمين هل احنا فاهمين الموضوع بشكل مختلف ولا لا عندي اسئلة كتير جدا حد جاوب عن هذا السؤال هل الاسلام بيقر مسألة العبودية ومسألة ان بعدما ربنا يبعت النبي صلى الله عليه وسلم بفكرة التوحيد ونظرية الخالق الاعظم توحيد هذا الخالق في كفة ومسألة ان يبقى فيه ناس نسميهم عبيد واماء كأن لهم رب مختلف غير الله هل يستقيم الامر حضراتكم شايفين الموضوع كده منطقي ولا الالفاظ القرآن الكريم محتاجة ان احنا نعيد قرائتها بشكل مختلف تعالوا نجاوب عن كل هذه الاسئلة في هذه القضية الخطيرة الرق والعبودية وملك اليمين في المعجزة الكبرى مع ضفنا المهندس عدنام الرفاعي الكاتب والمفكر الاسلامي سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أولا حسأل حضرتك كالمعتاد عن رأيك وبعد تقولي الأسانيد يعني أنا عارف أن حضرتك بتقول أن احنا فاهمين الموضوع بشكل مختلف وأن الإسلام لا يقر مسألة العبودية لغير الله ولا الرق لغير الله طيب تاريخيا قبل نزول الإسلام وقبل نزول إقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مش كان فيه شبه في شبه الجزيرة العربية وفي القبائل العرب المختلفة بل وفي التاريخ الإنساني كله حتى في القرون اللي قبل بعثت النبي صلى الله عليه وسلم مش كان فيه رق وكان فيه عبودية نعم بل ده أنا حقول لحضرتك ده بعد كمان وفاة الرسول بقرون طويلة مش دولة مثلاً زلوات المتحدة الأمريكية ودول أخرى كثيرة جداً قامت على استجلاب سفن من أفريقيا فيها ناس اتخطفت من هذه القرى البكر ولا ذنب لهم إلا أن هم كانوا بوسطاء وكانوا على قد حالهم وكانوا لسه الحضارة ما وصلت لهمش فاتخدوا كده غصباً وتشحنوا كما يعني مش أنا آسف مش عايزة أقول اللفظ كالحين آه واتربطوا بسلاسل وشحنوا إلى أوروبا وإلى أمريكا وعلى أكتافهم قامت يعني مجهودات كبيرة وكثيرة في إعمار الأرض وحرفها وزرعها والقيام بالشاق جداً من الأعمال فإذا حتى قبل رسول صلى الله عليه وسلم وبعد رسول صلى الله عليه وسلم كان فيه ما نسميه الرق أو العبودية حتى في فقهنا حتى في فقهنا أطلت بأحكام فقهية كثيرة جميل جداً هنا المأساة حضرتك شايف أن الأحكام الفقهية اللي عندنا في الدين الإسلامي الحنيف لا تقر هذه العملية ومفروض بعد النزول الإسلام ما يبقاش فيه حاجة اسمها لا رق ولا عبودية طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفى أخي علاء من أبشع ومن أفضع القضايا التي لبست على دين الله تعالى القرآن الكريم هي قضية العبيد وعلك اليمين يعني نحن رأينا الناسق المنسوخ رأينا الخروج من النار رأينا الشفاعة رأينا إسماع الموت هو رأينا الكثير من القضايا من أبشع هذه القضايا هي قضية العبيد وملك اليمين هم ماذا قالوا في هذه القضية قالوا في الحروب يتم سبي النساء والأطفال والرجال النساء يحولنا إلى ملك يمين يباعوا شرفهم وكرامتهم وعرضهم في الأسواق والأحكام التي تطبق على هذه النساء يعني ملك اليمين تختلف عن الأحكام التي تطبق على باقي النساء التي سموها بالحرائر يعني مثلا يسمح للإنسان يأخذ أكثر من أربعة يعني أجوزنا أربعة حرائر واللي أنت عايزه من ملك اليمين بالضبط طيب ومفيش حد أقصى لحكاية ملك اليمين يعني ممكن يبقى عندي أربعة زوجات وربعمية ملك يمين ممكن أحسب الفقه ممكن وحسب السكن بالضبط حسب الإمكانية المادية والكالثة الكبرى أنه يتم الدخول بهم دون عقد نكاح يعني مجرد ما دفعت الثمن هذه المملوكة خلاص كأنه عقد نكاح وهناك ما هو أبشع من ذلك يعني أنت عندك مملوكة قد يشتري فلان البضع بمعنى تعمل عندك وتنام في الفراش عنده قضايا يعني الحقيقة يندلها الجبين الرجال يحولون إلى عبيد ليس لهم حق التملك على الإطلاق يعني كالحيوانات أو ربما أقل من الحيوانات يعني قضايا الحقيقة لا تليق يعني ببني آدم يعني يقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم وهؤلاء من بني آدم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني أتى الإسلام كرحمة للناس وليس ليضع بعض الناس في هذه الأطر الحقيقة التي يعني لا تليق بمنهج أرسله الله تعالى رحمة للعالمين طيب مش الرق ده كان موجود كان موجودا نعم وبقي بعد الإسلام وهنا الكارثة يعني رجحت الروايات أخي علاء وقول فلان وقول فلان على الدلالات الواضحة وضوح الشمس وسط النهار في كتاب الله تعالى طيب موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه يعني يمكن الرسول يكون فهم الموضوع غلط هو لنزل بالرسالة ويوحى إليه صلى الله عليه وسلم أول لما نزل واستقرت الأوضاع في المدينة وفتحت مكة وخلص يعني خلصت القضية الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحباء علم الناس إيه في مسألة الرق هل كان فيه لسه رق على أيامه في فتح مكة مثلا ولا مفيش يعني أخي علاء القرآن الكريم نزل على مدار 23 عاما لم ينزل دفع واحد من السماء تجربة الجيل الأول تراوحت بين الأحكام الجاهلية التي فعلوها قبل نزول النص القرآن المناسب وبين الأحكام التي تفاعلوا معها مع النص القرآني الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعاليه القرآن الكريم وفي القرآن الكريم نرى أجوبة لكل هذه الأسئلة أديني أمثل أمثل أول قضية لا سبية في الإسلام على الإطلاق يعني إذا كان الرجل المقاتل الذي يقاتلون يقول الله سبحانه وتعالى عنه فإذا لقيتم الذين كفروا في المعركة فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعده وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها إذا كان الذي يقاتلون بالسيف ويقتل منا عندما نمسكه كأسير هناك طريقان لا ثالثة لهم في التعامل معه فإما منن بعده إما تتركه لوجه الله تعالى وأما فداء إما بتفديه حتى تضع الحرب أوزارها فما بالك بأمه أو بابنته أو بأخته أو بأخيه أو بأبيه السري من أصله ليس موجودا في كتاب الله تعالى على الإطلاق بعض الناس وبعض الغالب وهو زي ما بيتعامل فينا بنعمل فيه هما لو خدوا أسرى منا بيتعاملوا كده مع الستات وبيتعاملوا مع الأطفال وبيتعاملوا مع الرجال فإحنا كمان سأني واحدة بس أكمل السوائر فإحنا كمان نعمل زي ما بيعملوا فنأخذ برضو ستاتهم ويبقوا ملك يمين عندنا زي ما هما برضو بيعني بنتهك هذه الحرمات فإحنا كمان ننتهك هذه الحرمات إيه رأيك هناك نص قرآني صريح قال والحرمات قصاص يعني إذا اعتدى أحد على عرض أحد لا يحق للآخر أن يعتدي على عرض الأول معنا قصاص هنا تتبع أثر الفاعل ذاته يبقى اقتص من الفاعل أما أخته وأمه ما علاقتها بالموضوع لا تزر وزيرة وزرة أخرى يعني القرآن والإسلام أتى رحمة للعالمين يعني إن كان هناك فاسق اعتدى على عرض أحد يتم القصاص منه هو أخته أمه ابنته لا علاقة لها في الموضوع مبدأ السبي أخي علاء في القرآن لا وجود له على الإطلاق يعني حتى الآية الكريمة ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يصخن في الأرض قالوا حتى يعني يجب أن لا تأخذ الأسرة حتى تكثر من القتل أعتقد مررنا بهذه الآية وقلنا تفسيرها ليس سليما على الإطلاق وفكر لما حكيت لك الرواية عن عمر أن عمر كان رأي يعني نزلت موافقة لرأي عمر نقتلهم بينما الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر قالوا لا يعني نعفو عنه شوف أخي علاء ما قال ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يصخن في القتل أو يصخن في الكافرين قال حتى يصخن في الأرض يعني لا يحق لنبي مهما كان أن يأتي بالأسرة من أجل الفداء يعني وقلنا هناك هذه الآية 67 بالأنفال طيب اقرأ الآية 70 في الأنفال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إن كان حكمه من قتل فما داعي لهذه الآية الكريمة يعني القضية واضحة في النص القرآني لا سبي في القرآن ولا وجود لهذا السبي على الأطلاق يعني هذه المقدمة الأولى التي احتجوا بها قضية ثانية احتجوا بها قالوا يتم الدخول على ملك المين دون عقد مكاح نقول لهم في القرآن الكريم القضية عكس ذلك يعني قوله تعالى ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهم وآتوهن أجورهن فتياتكم مين بقى سنأتي على هذه الآية وبالتفصيل لأنهم احتجوا بهذه الآية يعني سنأتي نحن هنا أخي علاء أريد أن القضو فقال فانكحوهن إذن عقد نكاح بإذن أهلهم إذن أهلها يعني أهلها لهم دور في الموضوع وآتوهن أجورهن يعني اللي هو المهر ويقول في مكان ثاني وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إذن العباد والإيماء وملك اليمين ارتبطت بعقد النكاح إذن كيف تقولون لنا بأنه يتم الدخول بملك اليمين دون عقد نكاح وكتاب الله تعالى يقول عكس ذلك تماما طيب المقصد في الآيات في الأنفاظ النكاح هو العقد هذه واحدة العابات والإيماء مقصود بيهم على وبدية لله ولا لإنسان لا كلمة ملك اليمين أخي سنأتي عليها لها دلالاتها لكن نحن نقف عند هذه الجزئية إن من غير عقد من غير عقد هم قالوا يتم الدخول على ملك اليمين بدون عقد يقول الله تعالى يقول عن ملك اليمين فانكحوهن هاي فانكحوهن يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم عبادكم وإيمائكم عيد على مين نحن لا ننكر وجود ملك يمين في القرآن يعني وردت ملكة أيمانكم مرات عديدة في كتاب الله تعالى لكن ماذا تعني أخي على هذه القضية سنأتي عليها بالتأكيد هناك آيات قرآنية لا نستطيع أن نقفز فوقها القضية ماذا تعني هذه الآيات الكريمة لكن أنت معترف أن ملك اليمين ليس كما قالوا أنا أعتقد بملك اليمين الذي ذكر في كتاب الله تعالى القرآن الكريم طب أقول لك معنا تاني يعني برضو متعلق بالأحاديث تعالى نروح كده صحيح البخاري ترقيم 4213 حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا أنه سمع أنسا رضي الله عنه ويقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليالي يبنى عليه بصفية صفية اللي هي بن تحيي بن الأخطط اليهودية فدعوت المسلمين إلى وليمته النبي صلى الله عليه وسلم عامل وليمة ونسبة الفرح وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالم بالأنطاع فبصدت يعني حاجة زي الصواني كده فألقي عليها التمر والأقط والسم فقال المسلمون بعد الوليمة يعني صفية كده أحد حاجتين إحدى أمهات المؤمنين يا إما تبقى زوجة فتبقى أمهات مؤمنين زيها زي عائشة وازواجه أمهات لو أزواجه أمهاتهم بنص القرآن فالمسلمين قالوا على صفية هي واحدة من الاتنين لسه ما يعرفوش يا إما إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه يا إما كده يا إما كده قالوا إن حجبها يعني لو الرسول حط حجاب اللي هو الأمر اللي نزل في القرآن الكريم نبقى في حجاب بين زوجاته صلى الله عليه وسلم وبين الناس تكريما وتشريفا لهن فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب يعني حط الحجاب فقالوا يبقى هي كده مش ملك اليمين ده هي كده تبقى زوجة وبعقد وتبقى أمهات المؤمنين أو واحدة من أمهات المؤمنين أخي رأي حضرتك في هذا الكلمة المنهج التراثي الجمعي ممي على جزئية هنا وجزئية هنا ورواية هنا ورواية هنا أنا عندي نص قرآني واضح وصريح وبين هو المهيار في كتاب الله تعالى لا يجز الدخول على العبارة ملكة أعمالكم إلا بعقد نكاح منهم من حاول أن يهرب من الموضوع قال هنا فانكحوهن بمعنى الدخول نقول له لا النكاح في القرآن الكريم هو العقد يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها أنا أقول لهم لو فرضنا جدلا أن الأمر كما تقولون أن النكاح هو الدخول الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء جميل حسب قولهم غير الصحيح ولا تدخلوا بما دخل أباؤكم من النساء حسب قولهم طيب كيف تبحون للإنسان أن يدخل بالعبدة التي دخل بها أبوه يعني الوالد إذا كان عنده عبدة ودخل بها بعد أن يموت يرثها الأبناء كما يرثون المتاع ويدخلون بها طبعا هو كلامهم ليس صحيحا ولكن لو قلنا جذلا أن النكاح المعنى هو الدخول كيف إذا انتبوحون أن يدخل الإنسان بالعبدة التي دخل بها أبوه أنا أقول لك أخي علاء المنهج التراثي الجمعي لا يوجد ناظم ينظمه هذه القضية وغيرها الكثير يجب أن تأخذ من النص القرآني حصرا تعرف أن هذا الفكر حتى أثر النهاردة في القرن الذي نتكلم فيه على تصرفات بعض المسلمين من الموسيرين في دول كثيرة جدا لما بيجيبوا بعض العاملات من دول فقيرة من جنوب شرق عسيا دون ذكر يعني مناطق أو بلاد بعينها ولكن اللي حاصل أن فيه مناطق كثيرة بتبقى فقيرة جدا المنس محتاجة إلى شغل أو إلى عمل فيعني بيروح وبالألاف المؤلفة في دول كثيرة جدا إسلامية يشتغلوا عند هذه الأسر وللأسف الشديد بينظر إليهم على أساس أن هم مش بني أدمين ده هم يعني كده أحسن حاجة ليهم أن هم ملك اليمين ما أنا مصيرها في إيه دي وأنا اللي بوكلها وبشرابها وببيتها وبصرف عليها ويجد في الروايات ما يشفع له يعني من ضمن برضو الخدمات اللي تقدمها أنها تقدم خدمات جنسية وبتبقى إيه للرب الأسرة اللي هو الراجل الزوج والأبناء الصبيان برضو كمان الذكور ما فيش مانع طالما أنها يقعدة في البيت نعملها ملك اليمين تقدم خدمات في البيت ومن ضمن هذه الخدمات المتع الجنسية ولا حول ولا قوة إلا بالله لسه السؤال مطروح طيب العبودية والرق مسألة ألفاظ العباد أو العبيد والإماء مقصود بيهم إيه لله سبحانه وتعالى ولا للبشر أسئلة كتير جدا هنجاوب عنها إن شاء الله في المعجزة أهلا بيكم مرة تانية في المعجزة الكبرى يا ترى مسألة العباد والإماء مقصود بيها لله ولا لحد غير الله يعني نفسي نقف على الألفاظ كده زي في المخدمة لما قلنا إن مسألة السبي لازم يكون أهلها معنا الرق لازم نقف على معناها العبودية العبيد العباد الإماء قلنا إن السبي أحيانا بيبقى يعني بيوصل للناس معنا إنه مدام دخلنا على قبيلة على ناس في معركة وانتصرنا عليهم فأتلنا مثلا رجالتهم هناخد ستاتهم آآ بعد ما أتلنا رجالتهم أو أصرناهم خلاص دول بقوا سبي من حقنا يتوزعوا على الناس اللي انتصروا في المعركة كل واحد ياخد واحدة أو اتنين يعاشرها جنسيا وتبقى ملك اليمين بتاعته دون عقد دون زواج دون نكاح دون أي حاجة كلام ده منضبط ولا مش منضبط كلام محتاج كلام اتفضل أخي علاء إذن نحن فندنا مقدمتين قالوا السبي قلنا لهم لا يوجد سبي في القرآن على الإطلاق قالوا يتم الدخول دون عقد نكاح قلنا لهم هذا كلام غير صحيح وأتينا بالآيات التي تبين هذه الحجة المقدمة الثالثة التي انطلقوا منها في هذه القضية التي لبسوها على كتاب الله تعالى قالوا العبد لا يملك يعني لا يحق له التملك واستشهدوا بآية والكريمة يقول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء قالوا شوف هذا الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء طبعا استشهادهم بهذه الآية أيضا ليس بمكانه هذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى يعني أقول مثلا لك سأضرب لك مثلا رجلا طويلا يحب الشاي والقهوة هل كل رجل طويل وهل كل رجل يحب الشاي والقهوة تعالي نقرأ السياق التابع لهذه العبارة القرآنية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسن يعني وضرب الله مثلا من رزقناه منا رزقا حسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هل كل من رزقه الله تعالى رزقا حسنا هل ينفق منه سرا وجهرا أبدا أكيد لا أيضا ليس كل عبد مملوك ولا يقدر على شيء هذا مثل يضربه الله تعالى ولا يعني جنسا من البشر هم العبيد لا يحق لهم حق التملك نظر هناك آية ثانية لا قبل الآية الثانية خذت بالك في المقارنة إنه في الطرف الأولاني نعم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا عبدا مملوكا في الثانية ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ما قالش عبدا أو رجلا يعني تقدير الكلام وضرب الله مثلا عبدا من رزقناه أو عبدا رزقناه بالضبط بالضبط يعني كلمة عبد على الطرفين يعني تقدير الكلام ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقضع شيء وضرب الله مثلا عبدا رزقناه منا رزقا حسنا فهو يفق منه سرا وجارا توصد العبودية هنا لله بقى قولا واحدا يعني سليمان أكثر إنسان ملك على الأرض سليمان وصفه الله تعالى بالعبد وضع له أل التعريف نعم العبد معروف الآية الكريمة يعني كلمة العبد لا تعني ما يذهبون إليه انظر أخي علاء إلى آية شبيهة جدا في المطلع يعني هذه الآية قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا في الآية الأخرى يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل كل رجل فيه شركاء متشاكسون بالتأكيد لا هل كل رجل هو سلما لرجل بالتأكيد لا إذن ليس كل عبد هو مملوك ولا يقدر على شيء يعني استشهاد بهذه الآية ليس صحيحا ولا بأي شكل من الأشكال هذا مثل يضربه الله تعالى يعني كلمة عبد تعني إنسان ما لا على التعيين لا تعني فردا من جنس محدد هو العبيد كما قالوا طيب أرجع تاني لقضية ملك اليمين نعم خصوصا أنا عندي بردو في الروايات رواية بتتكلم بردو عن واحدة من المغازي اللي حصل فيها نوع من السبي نعم بعض الصحابة بعد ما خلصت هذه المعركة الصغيرة خدوا النساء الكفار أو المشركين اللي انتصروا عليهم وبعدين يعني تحرجوا بقى من الدخول يعني عليهم نعمل فيهم ايه فيعني رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ما خلق يعني ما تتحرجوش من أزواجهم كانوا الصحابة متحرجين نعم ان هو عارف ان الست دي زوجة رجل مشرك نعم مشرك كافر بس هو في النهاية فطرته قالت له انها مستمتجوزة مستمتزوجة نعم كويس صحيح فتحرجوا ان هم يدخلوا بيهم يعني 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 يعاشروا هن نعم فقيل لهم لا قال لا تتحرجوا مدام انتوا خلاص بقوا ملك يمين وهذا ايه يغني عن عقد النكاح نعم ادي برضو كتب بتقول كده اخي علاء يعني انت تستعجل قليلا الى النصر الى تحريف ملك اليمين انا بستعجل اشانا بقول لك بقول لك كل اللي بيدور في عدان الناس الكلام اللي عندي ده على فكرة الكلام اللي عندي ده نعم انا مش جايبه كده يعني اجتهاد في الروايات كويس روايات في صحيحي البخاري وفي الفقه وفي الفقه والبرنامج ده موسوعة الحديث الشريف وزارة الاوقاف المصرية المجلس الاعلى الشؤون الاسلامية يعني مش مثلا كتاب مرمي على الرصيف انا شريف بتلاتة جنيه لربا مش معروف مصدره لا انا بقول لحضرتك بالترقيمات بالنصوص من صحيح البخاري او مسلم او المسانيد او كل كتب الحديث الموافق عليها من المجلس الاعلى الشؤون الاسلامية شوف اخي علاء نحن عندنا في المص القرآني اميز بين الكلمة في الصيغة الاسمية وبينها في الصيغة الفعلية بمعنى بمعنى عندما تقول مثلا قلم كلمة قلم تشير الى شيء هو قلم صيغة اسمية اما عندما تقول اكلت اكلت ماذا يعني الصيغة الفعلية دائما تأخذ دلالاتها من سياق الكلام المحيط بها تقول مثلا اكلت كذا شربت كذا ملك اليمين لم يرد ولا مرة في كتاب الله تعالى بالصيغة الاسمية اتى بأربع صيغة كلها بالصيغة الفعلية وبالفعل الماضي حصرا يعني قال ملكت ايمانكم ملكت ايمانهم ملكت ايمانهن ملكت يمينك كلها صيغة فعلية وبالفعل الماضي حصرا ماذا تعني هذه العبارة كلمة يمين اخي علاء لها عمق مادى وعمق معنى وما تلك بيمينك يا موسى هذا عمق مادي عمق معنوي الأيمان ما هو ملك اليمين أن يقع إنسان تحت إشراف إنسان آخر وتحت تربيته ورعايته ومسؤوليته وإدارته زي اليتامة كده يعني مثلا يعني إنسان ما يعني مثلا واحد توفى وترك مجموعة من الأطفال فرضنا هذا نوع من أنواع ملك اليمين هو أنواع سنرى بعد قليل يأتي مثلا الساز علاء يقول هؤلاء تحت إشرافي تحت مسؤوليتي تحت تربية تحت رعايته هذا نوع من أنواع ملك اليمين هذا نوع لكن أنا أريد أن أقف أخي على سنأتي إلى كل هذه الأنواع احتجهم بآية قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أنا أود أن أقف عند هذه الآيات الكريمة التي استشهدوا بها لنبيل الناس أن استشهادهم ليس صحيحا على الإطلاق ماذا قالوا؟ قالوا كما أنكم لا تعطون ملك اليمين ولا يملكون شيئا كذلك أنتم لا تملكون شيئا في هذا الكون يعني استشهدوا فيها على مسألة في العقيدة يعني هذه الآيات قالوا تبين مثلا يضربه الله تعالى الجحيدين عقيدة بألوهية الله تعالى مؤكدا فيه أن الرزق لا يرد على ملك اليمين تعالي نقف عند هذه الآية آية تكون من ثلاث حبارات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق خطاب مباشر ليس خطاب الغائب شوف فما الذين فضلوا بردي رزقهم شوف انتقل للغائب على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء بصيغة الغائب أفبنعمة الله يجحدون بصيغة الغائب إذن أنا عندي فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء عبارة أفبنعمة الله يجحدون عبارة إذن هذه العبارة الأولى لها أن ترتبط بالعبارة السابقة لها والتي هي بذات الصياغة بصيغة الغائب إذن أنت إن لم ترد من مما أعطاك الله تعالى على هؤلاء المساكين فأنت جاهد بنعمة الله تعالى ولا علاقة الآية بما قالوا لا من قريب ولا من بعيد يعني هنا ممكن يمين المساكين الغائب الضبط الذين يقعون تحت إشرافكم ورعايتكم وترونهم أنهم بحاجة إذن لم تعطوهم من رزقكم فأنتم جاهدون بنعمة الله تعالى طب المثل اللي حضرتك ضربته قلت الأستاذ عليك راجل طيب أرجو أنه أكون كده يا رب وفيه واحدة سنتكت متجوز عندها أربع خمس أولاد توفي الزوج فهي أصبحت أرملة وما عندهاش كسب والأولاد دول أصبحوا يتامة وما عندهمش أي دخل ولا حد يراهم نفسيا قبل ماديا لو أنا راجل طيب وحقول أنا عايز يعني دول تحت إشرافي وولايتي ورصائتي وتحت رعاية كويس بقوم كده اسمهم ملك يميني أقدر أتجوء يعني أعاش بالست ولو الست اللي عندها بنات في سن الشباب 16-17 سنة أقدر أدخل يعني بالبنات دي جنسيا وأقول ده ملك يمين أبدا 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 هذا كله افتراء وتلفيق على منهج الله تعالى منهج الله تعالى بينا لا يحق لإنسان يدخل بإنسانا دون عقد نكاح شرحي صحيح لكن انظر أخي على ماذا تقول آية أفى بنعمة الله يجحدون ما قال أفى بالله يجحدون شوف أفى بنعمة إذن القضية قضية جهود نعمة وليست قضية جهود ألوهية يعني القضية لا ترتبط بالعقيدة كما قالوا يعني أنت إن لم تعطي هؤلاء المساكين مما رزقك الله سبحانه وتعالى فأنت جاهد بنعمة الله سبحانه وتعالى شوف أفى بنعمة الله يجحدون ما قال أفى بالله يجحدون إذن استشهادهم بهذه الآية ليس صحيحا على الإطلاق يعني ما نريد قولها أخي على نحن أمامنا مجموعة معطيات قرآنية هل القرآن الكريم يحمل إشارة لما ذهبوا إليه نحن علينا أن نتدبر النص القرآني أما والله أنا عندي رواية صار في الجيل أول كذا صار كذا هذا ليس حج على كتاب الله تعالى طب أنا عندي رواية تانية على العكس أنا شوف إحنا قلنا بعض الروايات اللي بتفرق زي الحديث بتاع زواج رسول صلى الله عليه وسلم بصفية اليهودية أنه الصحابة قالوا هي واحدة من الاثنين يعني إما أمهات مؤمنين لو عمل لها حجاب أو ملك يمين نعم وعيس في نفس برضو البخاري في النكاح نعم خمس تلاف مئة واربعين حدثنا عن سهل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها يعني عايزة أنه يتزوجها نعم ولا في معنى وكده لا نعم صحيح صحيح فالرسول قال فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة نعم يعني لا نعم فقال رجل يا رسول الله زوجنيها نعم جوزها لي نعم نعم زوجنيها يعني زوجها لي آه يعني لو سمحت أنا عايزة جوزها لي نعم ما قال لهش أي حاجة تانية نعم جوازه نعم قال ما عندك الرسول بيسأل عندك إيه يعني هدية صداقة الرجل قال قال ما عندي شيء نعم قال أعطيها ولو خاتما من حديد يعني إن شاء الله حاجة بس زينة كده منظر هدية يا أخي الرجل رد قال ما عندي شيء نعم قال فما عندك من القرآن نعم فالرجل رد قال عندي كذا وكذا عدد الصور اللي هو يحفظها نعم فالرسول رد عليه قال فقد ملكتها فقد ملكتك نعم ملكتكها نعم ملكتها لك آه ملكتها لك بما معك من القرآن نعم بس انتهى الكلام أخي كلمة ملكتها لك دي أخي لا نحن مش كده مش عيدة على الزواج كيف تحليك يعني نحن لا ننظر إلى الرواية بحرفية مقدسة كما ننظر لنص القرآن لعدة أسباب أولا القرآن الكريم نزل على مدار 23 عام هناك الكثير من الأفعال والأقوال قام بها صلى الله عليه وسلم ليست من السماء يعني تصرفاته صلى الله عليه وسلم وأقوال وأفعال تنقسم إلى قسمين كما بينا قسم يتعلق بتفسير نص قرآني وهذا سنة يجب أن نتبعها وقسم كان باجتهاد بشري يعني القرآن الكريم لم ينزل دفع واحدة طيب كان أحدهم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أريد أن تزوج بمرة أبي مثلا بعدها طبعا أن توفى وانتهي كان يقره على ذلك إلى أن نزل قول الله تعالى وَلَا تَنْكِحُوا مَنَكْهَ أَبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ كان أحدهم تزوج أكثر من أربعة إلى أن قال الله تعالى مَثْنَهُ ثُلَاثُ وَرُبَعُ كان أحدهم يجمع مع زوجته أختها إلى أن قالوا أن تجمعوا بين الأختين يعني هذه الروايات أولا إن صحت ثاني أفر الصحت هل هي قبل نزول النص القرآني المناسب للقضية أم بعد نزول النص القرآني يعني باختصار شديد هي ليست حجة على كتاب الله تعالى التشريع يؤخذ من كتاب الله تعالى هذه الروايات التي يتوافق منها مع كتاب الله تعالى نعم نستفيد منها لفهم دلالات النص القرآني ممكن أما أن توضع حجة على كتاب الله تعالى يعني أن نقول يوجد مثلا سبي وكتاب الله تعالى قول ما فيه سبي يتم الدخول دون عقد نكاح والله تعالى يبين لنا بشكل صريح يجب أن يتم الدخول بعقد نكاح هذه القضايا يقولون مثلا العبد لا يملك وكتاب الله تعالى يقول غير ذلك هنا مشكلتنا أخي علاء مع الروايات هم ماذا فعلوا جعلوا من هذه الروايات حجة على القرآن وأصبحوا ينظرون إلى كتاب الله تعالى من خلال منظار هذه الروايات فشو هي تصورة أمام عيوني يعني هي القضية هنا في هذه النقطة بالذات أنا فليعطوني ذليلا واحد من كتاب الله تعالى لكل المقدمات التي انطلقوا منها فليقول لي هذه آia من كتاب الله تعالى تشير مجرد إشارة إلى السبي وهذه آية من كتاب الله تعالى تشير مجرد إشارة إلى الوطأ بدون عقد نكاح وهذه إشارة من كتاب الله تعالى تشير إلى أن إنسانا على وجه الأرض لا يحق له التملك حين ذلك أنا سأقول أنا معكم مهما كانت الروايات مهما كانت الروايات أما تأتي لي برواية روايات كثيرة وبالآلاف وهي متناقضة أصلا فيما بينها يعني أنت لو دخلت إلى الروايات لن تصل إلى شيء لذلك نقول لهم عودوا إلى كتاب الله تعالى فيه ستجدون ما تريدون أنت عرف طبعا حذلك دلوقتي خدت لقب قرآني وإنكر سنة مع مرتبة الشرف محمد صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض انظر ماذا يقول تعالى وإذا ذكر الله وحده يعني قرآنه بس إشما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه يعني كهذه الروايات إذا هم يستبشرون لا بس الآية أعتقد كان بتنصب على فكرة التوحيد والشرك والأصنام نفسها أي نفسها وإذا ذكر الله وحده يعني تعالوا إلى القرآن الكريم لنجعله معيارا لنا لوحده لا دا تفسير حضرتك لا بس واضح واضح الآية وإذا ذكر الله طيب آية ثانية حكناها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق القرآن فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون يعني بعد القرآن ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها القرآن واضح أخي علاء وجلي ألم يقروا الله تعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء طيب كيف لا يكونوا تبيانا لقضية العبيدهم كاليمين تقصد المشكلة في الطريقة اللي احنا قرنا بها القرآن بالضبط هم ينظرون إلى كتاب الله تعالى بعيون تاريخية يضعون من الرواية منظارا لكتاب الله تعالى يضعون دلالاتها حجة على كتاب الله تعالى فتتشوه الصورة طيب أرأ لك حديث تاني في صحيح البخاري في أيضا باب النكاح خمس تلاف أربعة وستين حدثنا قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقصتوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا فهي قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء أخي علام هذه الرواية ضحى في ميزان هذه الآية الثالثة في سورة النساء ستجد أنها موضوعة من أولها إلى آخرها وعندما نتحدث عن مسألة تعد الزوجات سأثبت لك بأكثر من ضن وبأكثر من شرط أن هذه الرواية موضوعة من أولها إلى آخرها يعني مثلا على السريع وهو اليتيمة عندما تبلغ النكاح لا تصبح يتيمة وابتنوا اليتيمة حتى إذا بلغوا النكاح لا يتم بعد احتلام يعني الرواية موضوعة من أولها إلى آخرها ثم ماذا تقول الرواية يعني إذا أنتم أحدكم أراد أن يتزوج يتيمة ولم يعطيها صداقها فليدعها وليأخذ غيرها ما اثنى وثلاث ربع هل يعقل يا أخي أن الله تعالى يأمر الناس بالابتعاد عن نكاح من اليتيمة هذا ضد اليتيمة وليس مع اليتيمة هذه الرواية مرفقة حتى على عائشة رضي الله تعالى عنها يعني تضع هذه الرواية سنأتي إلى هذه الرواية إن شاء الله تعالى في مسألة تعد الزوجات لكن انظر إلى هذه الرواية جعلوا من هذه الرواية معيارا لفهم هذه الآية الكريمة فأعرضوا عن الشرط وأنخفتم أن لا تقصطوا في اليتامة هذا الشرط فانكحوا ما طاب لكم من نساء متنى وثلاث ربع هذا جواب الشرط طب اربط لنا فعل الشرط بجواب الشرط أتت هذه الرواية فأعرضوا عن تعلق فعل الشرط بجواب الشرط وتعدد الزوجات في القرآن يختلف عنه في الموروث الفقهي لماذا من أجل هكذا روايات موضوعة جعلت حجة على كتاب الله تعالى وعلى صياغته اللغوية محيطك إن شاء الله لأعمل لك حلقة كاملة عن تعدد الزوجات ضروري وعشان نوضح الموضوع للناس إن شاء الله طيب عندي أسئلة حوالين الآية رقم 25 من سورة النساء لكن تعالي ناخد فاصل وأسأل الأسئلة الصعبة عن الفرق بين المحصنات المؤمنات والفرق بينهم في الآية عن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الفرق بين المحصنات المؤمنات والفرق بين الفتيات المؤمنات في عندي توصفين في القرآن في نفس الآية النساء 25 إيه الفرق بينهم وهل الأحكام هنا بتختلف وهل الفهم ممكن يختلف ولا لا المشهور لسه طويل ربنا يعنى تابعونا مرة تانية في المواجزة الكبرى احنا بنقرأ الآيات اللي بتتكلم عن ملك اليمين بتتكلم عن الإماء الفتيات المحصنات هلنقدر نوف من الألفاظ دي على فهم أعمق للقضية الحساسة اللي هننتكلم فيها أقرأ الآيات تانية لحضراتكم عندنا النساء لها رقم 25 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني هنا عندي نوعين هو محصنات مؤمنات وفتيات مؤمنات ايه المحصنات المؤمنات هي مين الفتاة المؤمنات هي مين والفرق بينهم وعندي كمان في صورة المؤمنون من خمسة إلى سبع الآيات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيروا ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون يبقى عندي برضو تصنفين ربنا حاطط الأزواج في ناحية وما ملكت أيمانهم في ناحية تانية وغير كده يبقى بيعتدي على حدود الله وشرع الله ممكن بقى تفصلي في الآيات دي وفي الآيات دي مين هم الفتيات ومين هم المحصنة ومين هم الأزواج ومين هم ملك اليمين أخي علام القرآن الكريم لم يعطى حقه من التدبر الكامل في القرآن الكريم هناك حقيقة غيبة أربعة عشر قرنا وهي أن عقد الزواج يعني بين رجل وإمرأة يتكون من نوعين إن كان هناك تناظر في العقيدة فهو عقد نسميه زواج زوجية يعني وإن لم يكن هناك تناظر يسمى عقد ملكي من يعني الرجل أن يكون مع المرأة في تناظر من العقيدة اسمه زوج المرأة واسمها زوجة للرجل أما إن لم يكن تناظر لا تسمى زوجة تسمى امرأة تقصد في اللغة العربية أن القبيل فهم كلمة زواج لأنه نظير نظير زوج إذا النفوس زوجت يعني تقصد المعنى ده يعني أنا هنا أريد أن أبين قضية كل زوجة امرأة وليست كل امرأة زوجة يعني مثلا إبراهيم عليه السلام قال امرأته طبعا هي زوجة أما عندما يقول زوجة يعني خلاص هناك تناظر في العقيدة أما إن لم يكن هناك تناظر في العقيدة لا يقول زوجة تقصد حضرتك أن أنا مثلا لو متجوز اتنين نعم زوجتي الأولى مسلمة نعم فبقول عليها زوجتي أمرأتي نعم أو زوجتي بس نعم ولو أنا متجوز واحدة تانية افرد مثلا حبيت أغير فروح تطالع روسيا أوكرانيا حاجة كده جبت واحدة ست من هناك غير مؤمنة قصدك حاولك أهو نعم مش على دين الإسلام قد تكون يهودية قد تكون مسيحية نعم و اتقابلنا هي عجبتني نعم وأنا عجبتها نعم ووافقت على الارتباط بيها وهتجوزها مفروض الفهم اللي عندنا أن دي اسمها امرأتي التانية زوجتي التانية الزوجة الثانية نعم لما أجي أقدمها للناس وإفرد أنها طبعا قالت أنا حظل على ديني يعني أنا مش هدخل في الإسلام لما أتجوزها كاما أنا حفضل على ديني وإنت تفضل مسلم وأنا حفضل مسأل نصراني نعم وحتجوزها على ذلك وحريتها في أنها تمارس شعائرها وعاقدتها والإسلام بيسمح مفروض بكل هذه الحريات وأنا بستغرب والله يعني إذا كان فيه غرفة واحدة ممكن يعني تساعر رسالتين أو ديانتين مش عارف إزاي كوكب الأرض مش سايع الرسالات والناس عملة يعني تتخانق مع بعض وتكفر بعض ما علينا فالستة التانية دي اللي أنا اتجوزتها وضلت على دينها نعم يهودية أو نصرانية نعم وأنا مسلم واتجوزتها نعم لما أجي تكلم عنها ما أقولش إنها زوجتي أقول إنها إيه مراتي الآية 25 في سوء النساء تجيب على هذا السؤال بشكل صريح الآية التي سألت عنها لكن أود أن أقول لك اسمع إلى قول الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوت ما قال زوجة نوح زوجة نوت قال امرأة لأنه لا يوجد تناظر في العقيدة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما تصدم ما كان الستتين دول ما كنوش مؤمنين بالله لا ودخلوا النار يعني لا يوجد تناظر في العقيدة انظر أيضا وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون قال امرأة فرعون ما قال زوجة فرعون لأن هي مؤمنة وهو كيف الضفط لذلك يعني القرآن دقيق النفض انظر ماذا يقول تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الآرائك متكئون يعني لو كان فرعون زوج لامرأته فصيل في مشكلة في الموضوع أو نوح عليه السلام كان فرعون هيخش قالنا مع امرأته وضبط احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحي ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فلو كان فرعون زوج لامرأته ولو كان نوح ولوط يعني أحدهم زوج امرأته لحدثت مشكلة هنا في هذه الآيات الكريمة إذن في القرآن الكريم ميز لنا النص القرآني في عقد الزوجية بين عقد يتصف بالزوجية وعقد يتصف ببلك اليمين الآية 25 من سورة النساء تبين هذه القضية بشكل واضح وجلي انظر ماذا يقول تعالى ومن لم استعملكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات طب إيه الفرق من دول جايين فيها واحدة 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 وضح جملة شرط ومن لم استعملكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وضح جملة شرطية يعني أنت لا يجوز أن تأخذ هذه إلا أنك لا تستطيع أن تحصل على المحصنات المؤمنات اللي هي المسلمات سنأتي عليها بعد قليل يعني التقصد أن المحصنات المؤمنات هم المسلمات بالضبط يعني واحد موجود في مكان ما في العالم لا يستطيع الزوج مسلم شوف وضح جملة شرطية رجع قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض قضية إيمانية رجع قال فإذا أحصن تزوج فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب يعني أنا أقول المسلمات على وجه العقوبة واحدة لماذا هذه عقوبتها النصف لأنها ليست مسلمة وتتعلق مع المسلم بعقد نكاها رجع قال ذلك لمن خشية لعنت منكم يعني بعد عنها يعني هذا يعني ضيق الموضوع يعني فقط الذي خاف أن يقع في الضرر الشديد رجع قال وأنت صبروا خير لكم لعد أنا عندي كذا أسئلة كثير فخمس أماكن بيّن لنا أن هذه المرأة المعنية ليست مسلمة هنا عقد النكاح هذا نسميه عقد ملك يمين بمعنى لا يوجد تناظر بين الرجل والمرأة طبعا هنا بالتأكيد هي كتابية لماذا؟ لأنه قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حلو يبقى أهل مؤمنات بعتبرهم مسلمات والمحصنات من أهل الكتاب بعتبرهم الإحصان إحصان إسلام أخي علاء يعني علينا أنه ميز بين صفة الإيمان وصفة الإسلام قال من فتياتكم المؤمنات يعني من التي يتحركنا تحت إشرافكم وسعيكم وتملكون اليقين بأنهن مؤمنات لأن صفة الإيمان ليست فقط في الإسلام صفة الإيمان موجودة عند أهل الكتاب يعني صفة الإيمان ليست حكرا على الرسالة الخاتمة على أتباع الرسالة الخاتمة مش أعرف أنا الحتة دي لسه مش منورة عندي ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم طيب ما آمنوا ش نعمليه منهم المؤمنون يعني صفة الإيمان ليست حكرا كما قلنا على دين دون أخر لا لا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا لسه مناورتش عندي دي ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أنا عندي محصنات ومؤمنات نعم الإحصان هنا إحصان إسلام إحصان إسلام إحصان إسلام ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات كلمة المحصنات تعني إحصان إسلام ودليلنا أخي علاء قال فإذا أحصن عن هذه الملك الملمين فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني المسلمات يعني المحصنات أو الإحصان إحصان إسلام مش بيقى بإحصان زواج لا فيه إحصان زواج وإحصان إسلام وإحصان عفو وطهرة مريم بن تمران أحصان تفرجها ده عفو وطهر يعني إحصان إما إحصان إسلام أو إحصان زواج أو إحصان عفو وطهرة هنا إحصان إسلام ومن لم يستنقن طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يبقى يدور على ملكة أيمانكم من فتياتكم ليه بقى فتياتكم فتاة تعني الذي يتحرك تحت إشرافك يعني واذا قال موسى لفتاة يعني من فتياتكم يعني من التي يتحرك تحت رؤيتكم وتحت إشرافكم وتحت علمكم بأنهن مؤمنات يعني لا تكون أي وحدة يعني الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض طب أنا أعرف من أنها مؤمنة هو هكذا اشترط النص يعني أنت عليك إن لم تجد مسلمة مؤمنة فأنت مفيش مان حتى جملة شرطية بس بشرط أن تتحرك عن قضية الإيمان يعني فتياتكم التي يتحرك من تحت سعيكم وتحت إشرافكم وتحت علمكم بأنهن مؤمنات ومش حيدي هذا الكلام في الآية أي معنى للسبي أو للعبودية والرق خالص أخي علاء في أربع أماكن أبعاداً الله تعالى عن تلك وضحها جملة شرطية صحيح قالوا الله أعلم بإيمانكم قال ذلك لمن خشية لعنت منكم قالوا أن تصبروا خير لكم يعني هذا ليس عبثاً يعني لا يعقل أن الله تعالى يمنع الشباب أو ينهي الشباب عن الزواج شافخ علاء من جنس من البشر لسبب طبقي أو غنى أو فقر إنما لسبب في العقيدة لذلك عندما قال في بداية النص الذي سألت عنه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هنا يبين لنا عقدي نوع النكاح لذلك وضع أو انتبه ما قالوا هنا قضية هامة جداً أخي علاء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هنا يبين لنا نوعي عقد النكاح في هذه الآية اللي هو الزواج بمسلمة عقد النكاح الأول بالضبط المؤمنة المسلمة أو واحدة أخرى يعني لا يوجد تناظر في العقيدة وضع أو لماذا وضع أو لأنه وضعها جملة شرطية هناك يعني لا تستطيع أن تأخذ هذه إلا بعد أن لا تستطيع أن تأخذ تلك طيب لسه عندي أسئلة كثير جداً 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 حتى في صورة النساء في الآية 25 عندي ألفاظ عزاقف عندها محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان إزاي تبقى عليها نصف العقوبة وليه نصف العقوبة طالما أنها أساساً ممكن تكون غير مؤمنة بينها يعني بها لو أنا قلت أن أنا حقر الأستاذ عدنان على اللي هو قاله في عقدين للزواج الزواج بالمسلمة وملك اليمين اللي هي علاقة زواج طبيعية جداً بس ستي دي اسمها مراتي مش زوجتي إيه الفرق بين زوجتي ومراتي ده اللي احنا اتكلمنا فيه إنها أنا جوزتها أنا مسلم هي لسه كتابية ما أسلمتش هنا حيظهر سؤال مهم جداً طيب الستة أساساً ماشي مسلمة والحد اللي فيه اتيان الفاحشة حسب النص القرآني الميت جلدة اللي احنا بنتكلم عليهم المفروض دول للمسلمة لكن واحد أساساً لا يعترف بهذه الديانة ومش ماشي حسب هذا الشرع طب إزاي ربنا يقول إنها هتتعاقب برضو نصف طب ونصف أقوبة ليه طب هل ده يعني بيفتح الباب لأن اللي متجاوز واحدة مش مسلمة يبقى الزينة أسهل بالنسبة لها على أساساً من أقوبة هينا شوي واخد نصف أقوبة يعني ما عرفش أنا عندي أسئلة كتيرة جداً بصراحة ومتأكدها بتدور في أزان حضراتكم ومش حنخليها تمر مرور الكرام تعالوا نكمل الحلقة الجاية كل هذه الأسئلة عشان نوصل للحقيقة في هذه القضية الخطيرة في رق وعبودية وسبي وملك يمين ولا لأ ولو فيه إحنا فاهمينها إزاي صح ولا غلط لو فاهمنا غلط هتبقى كارثة من الكواريس اللي فتحنا فيها الكلام في هذا البرنامج لقرون طويلة إحنا كنا فاهمين صح ولا كنا فاهمين غلط نكمل المشوار إن شاء الله في المواجزة الكبرى السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة